بدأت بالعاصمة عدن ورشة العمل التشاورية لتدشين المرحلة الرابعة لدراسة وتقييم الأضرار في مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية والتي نظمتها الوكالة الإلمانية للتعاون الدولي في إطار مشروع تطوير المؤسسي لقطاع المياه باليمن وخلال التدشين أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجة بأهمية تحديث مخرجات الدراسة للمرحلة السابقة وتزويد قطاع المياه بمجموعة دقيقة وموثوقة من البيانات والمعلومات التي تعكس الوضع الاحتياجي للتشغيل للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية وشار الوزير الشرجبي إلى إن إنجاز هذه الدراسة استكمال فرصة للمؤسسات المحلية للتعاون مع الأوضاع الهشة والتعافي منها سريعا اشتركوا في القناة